الأسئلة لديكم هذه المرة جداَ رائقة بين شخص يقول لي لماذا نوكيا تضع المعالج 845 بدل الأخير لماذا لدينا الماك لا يضع برمجة ولماذا لا يمكنني أن أضع نظام الماك على كمبيوتر او نظام الكمبيوتر على ماك بالمهم حلقة استفساراتكم جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم فيصل السيف وحلقة جديدة من أسئلاتكم واستفساراتكم أول شيء بسؤال لماذا شركات التليفونات بإصدار تليفون رائدة بشكل سنوي لماذا لا يعيفوا وقت للإبتكار يمكن سنتين او ثلاثة لأنهم يصدروا بمنتجات جديدة رائدة بإبتكاراتها تحتوي فرق عن الإصدارات السابقة هل الموضوع ربحي ام السنة الواحدة تكفي الإبتكارات أشياء كثيرة في مجال التقنية السنة الواحدة تكفي بلأنه نصف سنة تكفي بأنه يطلع إبتكارات جديدة كم الإبتكارات لا يكفي بأنه يطلع جهاز خارق جديد في مختلف الزوايا فالشيء الذي يحدث هو الجانب الربحي هنا يلعب دور وانت لا تنسى أن السنوات المالية تحسب بالميلاد كسنة كاملة فعندك مثلاً 2018 تعتبر سنة مالية واحدة السنوات المالية كشركات خاصة يجب أن تسوي فيها ربح فيكون لديها منتجات إيجاد منتج واحد رائد في هذه السنة يمكن من أذكى الخطوات على أساس أن سنتهم المالية ترتبط في منتج أساسي وبعض المنتجات الأخرى فيقدروا يجبوا ربح فنعم والموضوع فيه ربح وأيضاً في مسألة تعجلة الابتكار في سنة ستجلب شيء جيد ولو تلاحظ في محتوائي لأخر كم عشر سنين وأنا أقول إيش؟ دائماً احرص أنك تطمر جيل عدي جيل لما تختار الجهاز هنا ستعرف أنك تشتريته في بعض المزايا والأشياء الجديدة الرائقة التي ستفيدك أريد أن أسمع رأيك من خفاض مبيعات شركة أبل وتراجع سهمها هل تؤيد مقولة أن شركة أبل على خطى نوكيا وخاصة مع الصعود القوي العملاق الصيني هواوي؟ أبداً أبداً ما يبع على نفس الخطى أبل تعددت طرقها في سبل جني الأرباح ليست فقط من الأجهزة عندهم خدمات، عندهم الصيانة، عندهم التطبيقات، عندهم المتاجر هناك أشياء كثيرة كثيرة بأنها تجيب ربح لو رأيت قطاع الأجهزة لحاله ليس بالربح الذي كفير بتشغيل كامل شركة أبل لكي نسعى وراء الأجهزة هي الخدمات، كل التجارب والأشياء التي تفعلها أبل دائماً يكون فيها صيغة ربحية ومنظور ربحي بل أنه أيضاً في مؤتمرهم الأخير ابتكروا ذراع مالي مع أبل كارد وعندهم ذراع ترفيهي كان ميوزيك، قاموا بتوسعته وصار عندك ميوزيك تيفي أو بلا صح تيفي، أبل تيفي وأبل تيفي بلس وأيضاً الأبل أركيد فأبل توسع من منظورها في الخدمات وأتوقع شركات أخرى هي التي تفعلها مثل أبل السلام عليكم أخوة فيصل، معي سامسونج اس 8 بلس، تنصحني أشتري سامسونج اس 10 بلس أو لا؟ طمر الجيل؟ نعم، هذه أحد الأشياء نأيدها، ولكن أيضاً دائماً أقول إذا جهازك الحالي ممتاز كويس مثل الفل، إذن لا تفكر أن تشتري جهاز جديد إلا إذا وجدت حاجة فعلية لتغيير الجهاز، وهو يهنق، صار تعبان، تغيير البطارية، لم يعد يجيب جدوى مثل أول، ساعدتها أن تفكر أن تغير جهازك هذا الكلام لا يعجب الشركات الكبيرة، ولكن هذا هو الحق يا جماعة الذي يفيدكم بإذن الله السيارات الحديثة مثل Audi A8، وهناك ميزة كاميرا 3D ترى نفس السيارات التي حولها، السؤال ما هي التقنية المستخدمة وكيف تم عملها؟ لو رأنا كاميرات التي دائماً تجيب لك منظور 360، لا تكون كاميرات 3D، لا تكون كاميرات متعددة تدمج الصور وطلع لك صورة واحدة هذه الصورة يتم وضعها لك وأنك تشعر أنها 360 درجة وإذا كانت الكاميرا أخرى التي يبتكروها وأنك تدور السيارة، أيضاً بالألغوريثم من الكاميرات المختلفة في العادة يكون لديكم كاميرا خلفية موجودة، كاميرتين موجودة في المرايات التي جنب تحتهم وأيضاً كاميرا أمامية هذه الكاميرات زواياها كبيرة، زوايا 180، 135، 120 على حسب الصانع كل الصور التي تظهر من هذه الكاميرات يتم دمجها بطريقة ذكية لو ترجعوا إلى الجيل الأول من كاميرات 360 درجة بلاي محمد، شاهدوا هذه في وحدة هنا هذه 360 أول ما بكرت، 360 كان أكثر من كاميرا بزوايا مختلفة تضع الصور من الفيديوهات في برنامج، يخيط الصور مع بعض، يلحمهم في المكان الصحيح هنا طريقة عمل الكاميرات 360 الموجودة في السيارات، وليست أن الكاميرا 3D أساساً 3D هي ثلاثية أبعاد شيء مختلف الآن سأذهب للسؤال، أريد شراء هاتف من شركة هواوي وعند سماعي أنها صممت نظام بديل لنظام الأندرويد لأن احتمال أنها لن تعود تدعم نظام الأندرويد، ورجعت في اختياره السؤال، هل عندما أشتري هواتف هواوي، هل يحتمل يومًا ما لأن نجد نظام بديل للأندرويد أو نظام الجديد سيشمل هواتف هواوي في المستقبل؟ يريد أن أوضح أمر مهم، أن هواوي نعم كخطة بديلة يطوروا نظام النظام الذي يطورواه لا بدأوا يضعوا على الأجهزة بشكل مكثف، لا بدأوا يأخذه النظام الأساسي ولكن منظوري لشركة عندها ربح ضخم وعالي، يريد أن يعمل خطة بديلة مثل الشبكة الحماية لو حصل لهم أي مشكلة مع نظام الأندرويد، سيكون ساعتها لديهم النظام الذي يستطيعون فيه جزء من الخسارة مع نظام الأندرويد هذا لا يعني أنهم لا يكملون مع أندرويد، بالعكس، تطوير مستمر، تعاونات قائمة موجودة بين هواوي وأندرويد وغوغل هناك كثير من المنظومة موجودة حالية مستمرة أبداً لا يعني أنه يأتي يوم من الأيام جوال الأندرويد يقول لك مدعوم هنا مدعوم عندك الهواوي، فخلاص، يجب أن تغيير النظام، لا لا لا، لن تحدث بسهولة هذه الموضوع أكبر من كثيراً ولن يحدث بالقريب حسب ما نفس السوق يعطينا وجهة أخي فاصل إن شاء الله يجب أن أبدأ بمجال البرمجة ومحتار أفضل الماك أو البي سي بغض النظر لديك باك بي سي تطبيقات البرمجة والكودينج أحياناً تعمل على النظامين لو تكلمت عن لينكس، يجب أن تقوم بعمل إميليتر على كل الجهازين يجب أن تستهدف جهاز يكون كامل لينكس فأول أن ترى اللغة من البرمجة ومن لغة البرمجة، ابدأ ورى ما الجهازين الأنسب بالنسبة لك شخصياً أرى كثير من المبرمجين على البي سيات، هذا لا يعني أن الماكات ستصعب عليهم موضوع البرمجة بالذات عندما يحصلوا على كامل كفاءات الجهاز والوصول لمختلف القطع فأيضاً هذا البي سي مهيئ ببرمجة بشكل جيد وأكثر تطبيقات وبرامج البرمجة تكون نيتف وأجمل على البي سي بسهولة الوصول والإنبوت والأوتبوت التي تعطيك لها هذه البرامج فهي جزئين نستطيع أن نقول للجواب هذا السؤال الذي بعده، لو أخذت الشاحن السريع حق هواوي ميت 20 برو وشحنت فيه جوال الجالكسي S8, S7, S9, S10 أو الآيفون هل يعطيني نفس السرعة حق الشحن؟ نصف ساعة سبعين في المئة لهواوي لو هواوي تقول أنه جوالهم مع هذا الشاحن ستعطيك سبعين في المئة خلال نصف ساعة هذه الكلمة حقتهم التي تربط بين جوالهم وشاحنهم وأنه هذا يعطيك المعادلة أبداً لا يعني أن نفس المعادلة تنطبق مع جوالات أخرى إلا إذا انطبق نوع المعالج ونوع المعالج أو القطعة الأساسية حق إدارة البطارية والشحن وأيضاً الشاحن فهذه بالعادة ما تحدث لأن كوالكم حتى لو اجتمعت بالجهازين ما سيكون نفس الشاحن إلا كويك تشارج 3 ساعتها تضبط أما ما ستضبط في العادة لأنه لو لاحظت سامسونج التي ذكرتها ومعالجاتهم اكسونوس التي موجودة عندنا في السوق تصنيعها سامسونج وشاحنها السريع يأتي بالعلبة أيضاً لو تكلمنا على آيفون شاحنهم السريع بالواطات نتكلم على 65 واط الشاحن أو لا الظاهر 38 واط في فوق سيعطيك الشحن السريع ولا يأتي معك في العلبة فهي تريد شاحن يدعم هذا الشيء الذي أبل ترى يدعمه هناك مسألة تجارية ومسألة تقنية في مطابقة الشاحن والمشحون في نفس الأجهزة الذكية هل تتوقع إذا اشتريت لابتوب بسعر 600 دولار أنه سيكون لابتوب جيد للجايمينج وشنو اللابتوبات التي تنصح فيهم؟ لابتوبات التي تنصح فيهم دائماً تكون من الشركات الجيدة التي تعطي ضمان وتعطي كفاءة نعم، نتكلم على شركات كثيرة نتكلم على ديل، على ايسر، على لنوفو، لنوفو وبطال وكثير من الشركات ولكن لا أستطيع أن أقول لك، الـ 600 كويسا يجب أن ترى احتياجاتك بالجايمينج وماذا بالضبط تريد بالجايمينج تريد شيء يحرق بالألعاب ويعطيك تصميم أو معالجة صور رائعة أو تريد أداء أفضل موبيلتي وانت رايح جاي وتأخذ اللعبة وما أردت معها يمكن أن أحد أكلمك من منظور أن تلعب فورتنايت ويمكن أنت في بارك تلعب مثلاً كاندي كرش أو تلعب شيء ثاني فهذه هي الفكرة يجب أن تقيم احتياجاتك مع نفس الميزانية حقتك وتوزن بينهم أفضل جهاز مجرد رقم غير كفيل أيها العزيز هل من الممكن تنزيل نظام ماك على أجهزة غير أجهزة أبل مثل ما ينزل نظام الويندوز على أجهزة أبل؟ لا تعب نفسك وتعقد نفسك نفسي أسألك في المستقبل سينزل ألعاب PC على الجوالات؟ أريد أن يكون هذا الشيء وفي كثير من الألعاب PC موجودة على الجوالات وكفاءات الجوالات تتطور يريد أن ترى منظومة Shield التي تعملها شركة انفيديا منظومة Shield تعطيك ألعاب خرافية بجهاز صغير مثل الشيلد الموبايل الذي كان اسمه؟ موجود على مكتبي المهم هو يد تحكم فيها شاشة يأتي الجوالات ويأتي لها قوية كفيلة بأنها تشغل ألعاب بشكل كامل في نوكيا 9 السناب دراجون 845 برأيك فيصل لماذا نوكيا تضع المعالج القديم في الجهاز؟ أول شيء المعالج ليس قديم كلمة قديمة أحسن مرة يعني تعطيني 10 سنوات أو 5 سنوات المعالج يعتبر من آخر المعالجات التي نزلت مؤاخرهم من أواخر المعالجات التي نزلت فالمعالج يظل لديه كفاءة جداً عالية وعندما تطور معالجة وتطور جوال ستضع في حسبانك التطوير ما هي المعالجات التي ستستخدمها؟ المعالج عندهم عندما يطوروا فيه الجوال لا سيكون المعالج نفسه أن هذا هو أخذ من الشلف وضعه قبل ما اعلن المعالج لنا الآن Brilliant لأن تفضلوا المعالج جهاز ٥٥٠ فإنه قادر كوالكوم نوكيا تعطوه على منصة قادمة وجهاز قادم فموظفنا نتعاوم واضح أن نوكيا مع قدرة الكاميرا العالية على نوكيا ٩ قالوا إنها قادر سناب دراجون لديكم اللعزة بالنسبة للشاشة يمكن لإضافة القيمة على الجهاز على هذا المعالج لأن القيمة مرتفعة للجهاز لأن تتحدث عن كم عدسة من المعين عن كبوت اربع عدسات او خمسة كاميرات موجودة عندكم فهذه قيمة مرتفعة تعتبر بالحساسات التي في الجهاز طيب الجهاز فهنا اتوقع ان نوكيا لم تستخدم اخر معالج لانه غالي لا لا يوجد عندهم حسبة كاملة وكذا اتوقع السؤال اللي بعده هل صحيح ان اداء الاجهزة بصورة عامة يضعف ويقل بالاستخدام المستمر على اكس اجهزة ابل؟ ابداً او تسوي موافقة لجهاز نفسه انه يعمل مع بطارية قديمة او الجهاز نفسه يعطيك كامل الكفاءة فهنا المنظومة انه انت الكترونيات بحد ذاتها وهي قاعدة تطور النظام التشغيلي يتطور ويزيد عندك الاستخدام اليومي عندك الوير ان تير اللي هو الكرف اللي يصير على المعالج والقطع الداخلية هذه كلها تؤثر في الاجهزة فلو اجبت لك جهاز جديد طالع من الكرتون الحين حق نفس مثلاً النوت فور ستشوف الجهاز هذا دوبه جديد لسه ما استخدم بس بالنسبة لك ستشعره بطيء انه منظورة التطوير اللي قاعد يصير في الهاتف احنا قاعدين نواكبها سنة عن سنة ونشوف التطور والسرعة هذه كلها لو اجبت لك جهاز من القدام وتشوف الطريقة حق التشغيل ستلاحظ انه اخي قديم بطيء هذا اخي شوضع ذلك؟ هذا كان الوضع العادي وقتها فهذا التطور الطبيعي اللي يصير فطبيعي مع الوقت انه الاجهزة نحس انها قاعدة تضعف ولكن احنا قاعدين نركب موجة السرعة اكثر من سرعة الاجهزة اللي قاعدة تضعف لماذا كاميرات موبايلات هواوي فيها تشبع خرافي لدرجة تصل الى مرحلة غير واقعية وليس حلوة هذه من منظورك انها مو حلوة مع احترامي لسؤالك هذا الأمر الذي نطبق على سامسونج وابل كل واحد من المنطورين نفس الكاميرات والجوالات يضع نفس معالجة للصور يصير فيها بروسسنج يعني افتر بيكتر بعدما تأخذ الصورة يصير لها معالجة والمعالجة جزء منها تلوين الصورة فكل واحد منهم يسوي دراساته وابحاثه على اساس يبدأ يطبق من النتائج للدراسات وماذا هو المنظور الأفضل للتلوين الذي سيصير للصورة غير الأشياء الأخرى افضل فوكس افضل حدة افضل سطوع هذه كلهم يسويها فكل واحد يحاول يضع صبغة خاصة له في التلوين فكذا تلاحظ ان هناك مقارنات تلوين شيء عن شيء قد يفرق فيه اعجاب الناس فبعضهم يرى ان الهواوي افضل بعضهم الابل افضل بعضهم يرى السامسونج افضل فالتلوين يعطي ايضا ميزة وبتفرق معاك بشكل ضخم التلوين لو طلعت الصورة من الجوال فطلع الصورة من هواوي وطلع الصورة من ابل وحطهم على شاشة نفس الشاشة يبان معاك الفرق وفيديوهات المقارنات سنفعل هذا الشيء فستلاحظ ان هناك فرق جدا واضح ايش رأيك في هواتف المعاد تصنيعها متابعك من سلطنة عمان كل المحبة لكم يا اهل سلطنة عمان المعاد تصنيعها ارى فكرة جدا ذكية وممتازة وفكرة اقتصادية بشيء جدا خرافي اذا انت ممنح اشتري جوال جديد اخذ جوال معاة تهيئته من جهة معتمدة الجهة المعتمدة بسأكد اسم المكونات والدرجة لمنع الدرجة والدرجة للمعادة التهيئة هل الجوال كفيل بأنه يعطي كم المزايا هل سوت لكم فيديو ؟ وسيت لكم فيديو عن هذا الامر واستطيع اخبركم الرابط من ارخص آيفون اشكرا انك لما تأخذ جوال معاة التهيئة أنت ما خسرت شيء أنت وفرت فلوس فالله يبارك لك في فلوسك وما لك يعرف هل يمكن رفع رامات الجوال؟ لا يوجد أي ضرورة لرفع رامات الجوال وأتوقع لما يصنعوا الهاتف قالوا نجعل هذا الموضوع متاح قالوا لا أساساً أنه كل سنة نطور فيها طبيعي يعني يصبح هذا الشيء لنتكلم عن الرامات الصغيرة والتهيئة الصغيرة لو تكلمنا تقنية نعم يصبح هذا الأمر وتقدر تسوي هذا الأمر ستجدوا فيديوهات يسوي هذا الأمر يزيد مساحة الذاكرة أو يزيد مساحة نفس السعة التخزينية على بعض الجوالات ولكن ماذا الجدوى؟ التعب والهم الذي يحدث مع هذا الأمر جداً عالي فلماذا أتعب نفسي؟ الرامات في العادة تأتي بطريقة مكفيلة بتشغيل ضمان جيداً لنفس الجهاز فلماذا أتعب نفسي؟ فرامات البيسيات أفضل وكان هناك مشروع موجود وهو مشروع عارة التي طلعت فيه جوجل أو متورولا أو شاشة شركات كثيرة لأنه جوال مثل المكعبات تركبها وكان منها أن الذاكرة تغيرها ولكن واضح أن هذا الجوال قتل بسبب أن الكفاءة التجارية لا تكون جيدة ماذا يحدث لو وضعنا الهاتف على الشحن اللاسلكي والسلكي في نفس الوقت؟ سيأخذ الشاحن الأفضل له سيشحن نفسه من جهة واحدة لأن إدارة البطارية معالجة كاملة شريحة كاملة فيها معالجات وأيسيات وأشياء هي تدير الطاقة في الجوال لذلك عندما تضع أي نوع شاحن أصلي أو ليس أصلي حاجة هذه الدائرة الإلكترونية ستدير الطاقة في الجوال سيقول لك أنه نعم أقدر، نعم ما أقدر، نعم سلك أصلي، نعم مو سلك أصلي سأقدر أشحن لك بسرعة كذا، سأقدر أشحن لك بسرعة كذا هذه كلها تصبح من إدارة الشحن البطارية فلو تشبكه بشاحن لاسلكي وسلكي وتضع كشافات وتضع شاحن شمسي سيديرها بطريقة صحيحة، وإذا حدث شيء ما يدخل، مشكلتك نتحدث عن السؤال الذي بعده، أنا حاولت تواصل معك أكثر من مرة لأسئلة المعالجات أفضل سناب دراجون وإكسينس وماذا الفرق بينهم؟ إكسينس وسناب دراجون كلها معالجات لكفاءة جداً عالية لو جينا تقنياً، سنجد أن هناك بعض المميزات أفضل في سناب دراجون وبعضها أفضل في كوالكم وهذه من جيل لجيل يعني كل جيل فيه كده وكده ولكن لماذا سامسونج تضع كوالكم على السوق الأمريكي؟ أتوقع هذا التوجه الذي موجود هناك وإتفاقيات البلدان أن هناك كوالكم عالمياً الإكسينس هو الذي يستخدم من سناب دراجون أو بلا صح من سامسونج فالمعالجات أنواعها تختلف وكان هناك فترة من الفترات حقبة زمنية قبل ست سنوات وجدنا أن هناك معالجات انتل للجوالات أيضاً قاعدة شركة انتل تحاول تسويقها ولا يوجد الوضع معها فإذاً الجوالات في أفضل معالج من معالج والأركتكتور أفضل ولكن معالج مهما كان قوي إذا لم نفس مصنع الجوال وضعه في شريحة متكاملة ووضع صح درسه هندسياً وتقنياً وفيزيائياً وكل شيء درسه وضعه في مكانه الصحيح بكامل التهيئات الأخرى لا سيعطي كفاءة عليه فأجب لك أفضل المعالجات ولكن التطبيق سيئ فالنتيجة ستكون للأسف سيئة آخر سؤال معنا لهذه الحلقة الفرق بين ADSL, ADSL2, SDSL, VDSL نريد محتوى أكبر حول الشبكات هذا المحتوى الذي تتحدث عنه نوعي بشكل كبير فكثير من الناس الآن من السؤال الحقك لم يفهموا والفكرة أن نفس الأشياء النوعية في التقنيع أحاول أن أتجنبها ولكن لا يعني أنه لا نلمح لها ونذكرها مثل الـ Direct Subcriber Line والأشياء حق الـ DSL نتحدث عن أنواع الـ DSLات، نتحدث عن السرعات والتهيئات وللتوضيح عزيزي أن كل دولة تعتمد نوع من أنواع الـ DSL سواء كيبل بيست، فايبر بيست أو فايبر أبتك بيست نتحدث عن أنواع كثيرة، فهذا مره سؤال نوعي، دائما نتحاول أن نتجنبها فهنا الأفضل في الجواب سيكون لديك ويكبيديا، سيكون لديك كثير من الجهات الأخرى التي تعطيك سؤال وفي وكفيل بالمستوى العالي من سؤالك الذي طرحته وبحثت عنه ستجد الإجابة الكافية والشافية أما أنه أجل حين أجاوب على السؤال لا أنا من صاحب الاختصاص في الشبكات بشكل جداً ضخم لا أنا اللي سأقدر أحلل لك نفس هذه الشبكات الثلاثة بشكل جداً ضخم ولكن سأقدر أقول لك ابحث عنها بشكل واقعي ستعرف غايتك من الجواب بإذن الله وستجدها ونهاية الحلقة وكل حلقة أسئلة كانت جميلة معكم دائماً وجداً شاكر لأي واحد وصل لهذه المدة في الحلقة نفسها نهاية الحلقة وكل حلقة شكراً لكم من القلب سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أن تستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته